وقفت وقلت لعمر جوزي هي يعني ايه يا سعمر انا بعد ما بقى عايشة بيت يرمح فيها الخيل ودهب يمغطيني تيجي تقولي عود معك في شاء ايجار هو بيعد ذهب قال لي وهو مكسوف مني غزب عني يا صحر اعمل ايه حال الدنيا وبإذن الله يعني ازمة واتعدي انا ما شفتش واحدة ابشع ولا احقر مني في الدنيا واهلي هم السبب تعالوا حكي لكم حكايتي كنت بنت ازاي الامر كان كل اللي شفني يقولي اني مفيش مني اتنين في جمعلي في يوم كانت عمتي عندنا في البيت هي وابنها رامي ولقيتها قالت لبابا ايه رأيك يا منعم لما نخطب ابني رامي لبنتك صحر ولقيت ماما اعترضت على كلام عمتي ايه وقالت لها من دي يا حبيبتي اللي تتخطب لرامي بنتي صحر لا طبعا احنا طلبتنا كتير قوي وما ظنش انكم تقدروا عليها عمته زعلت من كلام امي وقالت لها خاص ديك يا حرية خاص ديك ان احنا مش قد المقام ياختي ما تشوف مرتك يا منعم وخليها تتعيدل في الكلام بابا رد وقال لها والله يا حسني انا مش عارف اقولك ايه بس انا زي اي قب عايز بنتي تكون عيشة احسن عيشة عمتي ردت وقالت له طيب قل لي طلباتكم ايه وبإذن الله هنعمل كل اللي تقول علي يا منعم بابا قال لها طيب انا عايز بنتي تقعد في شقة تمليك وكمان عايز لها شابكة بمئة الف جنيه ها قلت ايه عمتي فضلت تفكر في الطلبات اللي طلبها بابا وقالت موافقين يا خويا وبإذن الله كله هيبقى موجود الف مبروك يا رامي يا حبيبي بابا رد وقال لها هيبقى على خيرت الله زغرات يا مسحر وامي كانت مخصوبة على الجوازة دي وقالت لأبويا بعد ما عمتي مشيت ها انا مش فاهم انت ازاي وفقت على الجوازة دي يا منعم انت عارف ان ابن اختك على قده هي دب بيقبض له كم الف جنيه احنا عايزين اللي يخلي بنتنا فوق في السماء ما يقول لهاش في يوم انا مش معايا بابا رده وقال لها يا امو صحر الوات جدع وبيحب بنتك وبعدين بكرة يبقى معه فلوس كفاية ان بنتك تقعد في شقة تمليك ويجيب لها شبكة حلوة وبعدين هو وجالها الاغنى من كده واحنا قلنا لا يا حرية ماما ردت وقالت له طيب يا اخويا اللي انت شايفه خدوهم فقر يا غنيكم الله انا رايح اشوف البت صحر وانا كنت قاعدة في قطي ببص الروح في المراية وبقول لنفسي يا اخسارتك يا بت يا صحر بقى الحلوة والجمال ده كله هيبقى من نصيب رامي اللي محلتوش حاجة ولقيت امي فتحت عليها الباب ولقيتها بتقول لي لا يا بت ما تخفيش انا هقول لابوكي يخلي الخطوبة طويلة عشان لو جالك عريس كده ولا كده يكون احسن وغني من رامي نوافق بي وندج الرامي السكة فرحت قوي وقلت لها بجد يا امي طيب وهو يعني العريس الكويس ده هيجي منين ما انت شايفه ما انا محبوسة على طول في البيت ومش بنزل ماما ردت وقالت لي اسمع يا بت يا صحر انا محوشة ارشين كده على جنب تعالي كل يوم والتاني نروح نقعد في حتة شكل من اللي بيروحوها الناس الكلاس دول اللي مش بنشوفهم غير في الافلام خلطلها طيب والاماكن اللي بنشوفها في الافلام دي مش عايزة هدوم حلوة ونتشيك عشان نعجب امي فقالت وقالت لي سهلة وبسيطة من بكرة هننزل نروح نجيب احلى هدوم امي كانت نفسها تجاوز واحد غني وعايزة نعيش عيشها مرتاحة ومش مهمة بقى مخطوبة ولا لأ المهمة ان نعيش عيشها مرتاحة وانا تغزيت بافكارها دي وبقت خط هدف قدامي اني لازم اتجاوز واحد غني ومع فلوس كتير والتاني يوم رحتنا وماما نجيب هدوم شيك وحلوة لقب الأماكن اللي هنروحها ولما روحت البيت لقيت رامي بيكلمني في التليفون ولقيته بيقول لي ايه يا صحر انت كل ده فين وليه مش بترد علي قلت له معلش يا رامي انا بس كنت مشغولة قوي مع ماما بنجيب شوية حاجات كنت عايز حاجة قال لي احنا خضرنا فلوس الشابكة وكلمت خلي وقال لي اتفق معاكي نسبك يوم ايه عشان ننزل نشتريها عاني لمعت لما سمعت سيرت الدعب وقلت له ربنا يخليك لي يا حبيبي من بكرة هنزل معاك نجيب الدعب ولما قفلت معاه لقيت امي بتقول لي هاسمعي بقى الدعب ده مش هيرجع له حتى لو سبتيه ولقيت العريس المتريش هتفضل تكرهي فيك لحد ما هو اللي يسيبك وتاخدينت الدعب قلت لها بس انا لقيه يا امي وساعتها هارمي رغمي ده من حياتي وانزلنا تاني يوم وروحنا نجيب الدعب واتخطبت الرغمي وكان لما بيجينا كان بيجيب لنا زيارات محترمة جدا بس انا في الوقت ده كنت بروحنا وماما المطاعم الكبيرة وبحاول لقي حد عرفه اقعه لا حد ما جي اليوم اللي لقيت الهدف اللي كنت بدور عليه هو ده مفتح حرابيزه كان بتبقى عالترابيزة وكان برفانه جايب لآخر المطعم قلت هو ده لازم اتجوزه وانا قلت الماما هو ده يا ماما قالتلي الحق يا بيت يا صحر ده بيبصلك هفرح يا بيت قلت لها سيبيني عليه وانا هعرف هو اقعه وما فيش نص ساعة وعرفت هو اقعه ولقيته جايلي على الترابيزة بتاعتنا وماما ولقيته بيقول تسمحوا لي عود معاكم فرحت قوينا وماما وقلنا له هاتفضل ولقنا قال انا عمر راشد صاحب محلات موبيلة عمر راشد المشهورة حسيت ان الدنيا بتدت تتحكلي ولقيت ماما قالت له تشرفنا يا استاذ هي لزم خدمة قال لنا نمتبعكم بقالي كم يوم وبصراحة انا معجب بالانسة جدا ممكن تسمحوا لي نعرب بعد اكتر ماما قالت له هي بيه احنا مش بتوعي الكلام الفاضلة احنا بنحب الناس الجد اللي بتدخل البيت من بابه رده وقال مفيش مشكلة هدا تحت امركم وروحنا البيت وفتحنا بابا في الموضوع ولقيت وقال لي اهم حاجة استهل تسيبي رامي عشانه يا بنتي قلت له قلوة يا بابا هو ده الراجل اللي أنا عايزاه وعمر جيت تفق مع بابا على الخطوبة وكتب الكتاب وانا لسه مخطوبة رامي ولقيت بابا قال لينا خلاص بقى يا جماعة احنا هنرجع لرامي الدعب عشان احنا اللي سيبين وما فيش نصيب ناخده وبعدين عمر ده استهل بصراحة هو ده العريس ولا بلاش وتاني يوم بابا فصل خطوبتنا ورامي ومن ساعتها عمتي مش بتكلمنا خصوصا ان اتخطبت واتكتب كتابي بعد فصل خطوبتي باسبوعين بالزبط وتجوزتنا ومر وكنت عيشة عيشة الملوك وعدت الايام وانا خلفت ولد وكانت حالتنا المادية مرتاحة جدا وفي يوم لقيت عمر جيه بيقول لي معلش يا حبيبتي انا عندي مشاكل في الشغلة وعايز ذهبك عايز افق زنقتي والله اول ما ربنا يكرمني هعواضيك بقى احسن منه هقولت له ليه ان شاء الله هو انا اتجوزك وانت معاك ملايين وشغلك كان مرتاح دلوقتي جاية تقول لي ما بقاش معايا قال لي معلش يا حبيبتي هالدنيا يوم فوق ويوم تحت قلعت دهبي وانا مخنوة قوي بس قلت مش مهم بكرا الازمة دي تعدي بس ما كنتش بتعدي لان بعد شهر بالزبط لقيت عمر جيه وقال لي انا لازم ابيعي البيت يا صحر وهنقض في شاء ايجار انا مجنو علي فلوس كتير قوي وقفت وقلت لعمر جوزي يعني ايه يا صحر انا بعد ما بقى عايشة في بيتي يرمح في الخيل ودهبي مغطيني تيجي تقول لي عود معاك في شاء ايجار وكمان ابيعي الدهب قال لي وهو مكسوف مني غصب عني يا صحر اعمل ايه حال الدنيا يعني وبإذن الله ازمة وهتعدي قلت له تصرف يا عمر انا مش افضل بستحملة العيشة دي كتير انت فاهم قديني قلتلك اهو واقعدت في شقة صغيرة قوضة وصالة مع عمر كنت بخنوقة من الحال ده قوي وفي يوم جلنا حسين صاحب عمر البيت وانا لما فتحت له لقيته شكله غني ومعاه فلوس كتير قلت بس هو ده ايوة انا خنت جوزي وحسين ساعدني على كده وفي يوم كلمت حسين وقلت له اسمع بقى يا حسين انا مش افضل اكلمك وحبك وانا على زمة عمر لازم تتصرف قال لي هعمل ايه بس يا حبيبتي انا كمان مش عاجبني الحال ده بس الحل في ايدي كنتي مش في ايدي هقلت له خلاص انا هطلب اطلق ونتجوز ولقيت عمر واقف قدامي وسامعك كل الكلمة بقولها ولقيته دمع وقال لي حزبي الله ونعمل وكيل فيكي بقى بعد كل اللي عملته معاكي تعملي فيها كده تخليني ومع مي مع حسين صاحبي هقلت له انا مقدرش تعيش في عيشتك الفقر دي يا عمر وبعد اذنك طلقني ومن غرشة وشرع قال لي هطلقك بس ملك ابني هيفضل معايا وانتي هتشوفي طريقك بعيد عننا وعمر طلقني في هدوء وبمنتع الاحترام وانا سبت ملك ابني وروحت بتأهلي وماما قالتلي هو لا يهمك يا حبيبتي بكرة عدتك تخلص وتتجوز يا حسين وترجعت عيشي احسن من الاول ولما عدتي خلصت قلت لي حسين هاي يا حسين هنتجوز هانا عدتي خلصت قال لي من بكرة لو عايزة يا حبيبتي بس عارفي معلش يعني انا مش هينفع تجوزك رسمي انا عارف وانت عارف اني ماينفعش هتجوزك رسمي قلتله ليه ماينفعش تتجوزني رسمي يا حسين هو انا نقصني ايه يعني قال لي نقصك وفاق واخلاص انتي اخرك معايا يومين انما تجوزك رسمي لا يا ماما انتي بتحلمي اذا كان هانا عليكي جوزك وابنك تفتكري بقى انا ممكن نقصك فيك ايه هاي قلت ايه موافع اني تجوز عارفي ولا لأ حسيت اني روح يساوي وكلام حسين كان كافين يفوقني وخلاني اعرف اني وصلت نفسي لايه قلتله لأ مش هتجوزك يا حسين وفعلا انا اللي استاهل وفضلت عايشة ببيت اهلي بعيد عن ابني وخسرت جوز اللي عمره محرمني من حاجة جوز اللي دقت خيره ولما وقع دست عليه انا ندمان على كل مرة حسيتها بالفلوس ورميت كل حاجة حلوة في حياتي وبفكرتش غير في نفسي وبس عشان كده خدوا بالكم اوعوا تفتكروا ان الطمع اخرته هتكون حاجة غير اللي لنا فيها ربنا ما بيكرمش الطمع وما بيكرمش الغدار عشان كده لازم تبقى عارف ومتأكد ان من يتقل له يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اشتركوا في القناة